بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم إذا علمنا أن الله حرم الجنة على من كفر به من لوازم هذا أن نعلم أن أعظم نعمة هي نعمة الإسلام أعظم نعمة هي نعمة الإسلام وإذا أراد الله بعبد خيرا توفاه على الإسلام وكان من دعاء نبينا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من ظواهر فتن آخر الزمان أن الرجل يبيت مسلما ويصبح كافرا أو يصبح كافرا ويمسي مؤمنا وما تراه من حولك مما يبث في الفضائيات إما من الشبهات أو مما من الشهوات لا ريب أن ذلك كله في حقيقته صارف لكن الله جل وعلا إذا أحب عبدا توفاه على الإسلام وكل شيء يقبض منك له عوض إلا عياذا بالله أن يقبض منك دينك إلا أن يقبض منك دينك وإذا أحبك الله ختم لك ربك أن تموت على الإسلام حتى 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 تموت على الإسلام كن في قلبك فرحا أنك تأبد الله بعض من يأتي شيء من المباحات أو المباحات أو المكرهات مثل يحضر مباراة أو يحضر شيئا يجتمع فيه الناس يشعر بفرح أنه حضر نحن نريد أن أتكلم أنفئة لكن نريد أن نستفيد من هذا الفرح كيف تعرف أنك على الإسلام أن تفرح إذا أطعت الله لا تفعل لا تفعل العبادة تخلصا بل افعل العالة للطاعة قربة إلى الله الله لا يضره أنك تعصيه لكن أنت تهلك إذا إذا أصيتها والوفاة على الإسلام أي كان حال العبد قطعا خير من الوفاة على الكفر قد جاء في دعاء بعض الصالحين اللهم إني أحبك وإن كنت أعصيك والصحابي الجليل عمر بن العاص لما حضرته الوفاة قال اللهم لست بريئا فأعتذر ولا قويا فأنتصر لكن لا حول ولا قوة إلا بك إذا كتب الله لك أن أن تصلي الفجر في شماعة وأنت خارج من المسجد استشعر فرحا أن الله برحمته أيقظك من مرقده من مرقدك أن الله برحمته أيقظك من مرقدك وأقامك بين يديك وردك إلى إلى بيته هؤلاء هم الذين يغبطون والذين إذا أراد الله بهم خيرا ثبتهم على هذا وماتوا على الدين لا يوجد فرح يفرح به العبد أعظم من الفرح بالإسلام ومما لا يخفى على شريف علمكم أن الله أن العبد يحمد الله أن جعله من المسلمين نحن من رحمة الله بنا ولدنا مسلمين أي أن الله أعطانا الإسلام من غير أن نسأله فنسأل الله أن يرزقنا الجنة ونحن نسأل مالك نسأل الله اشتركوا في القناة